ضربة البداية مع مقالي ومقاله ايه اللي مزعالك يا خواجة برح مستر روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني عمل مؤتمر صحفي عشان يعلن قائمة المنتخب اللي حتبدأ معسكر يوم عشرة يعني يوم السبت حيتمرن يومين؟ يوم اتناشر الفرق هتسافر للمغرب منتخب غينيا هيلعب منتخب مصر مباراته في المغرب في الجولة الخامسة لتصفات كاس الأمم الأفريقية الأسماء كلكم عرفتوها منهم 8 من الآلي لعبة الآلي هتغادر ان شاء الله تعالى بعد مباراة الوداد هيكون برفقة الأستاذ خالد الدرندالي نائب رئيس الاتحاد اللي هيكون موجود في الدار البيضة هو الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد هيطلع خالد الدرندالي مع اللعبة الثمانية اللي اختارهم فيتوريا من الآلي على مراكش علشان ينتظروا بعثة وصول بعثة منتخب مصر في اليوم الثاني يوم 12 للقاء غينيا يوم 14 ويرجعوا يوم 14 بعد المباراة علشان يلعب مباراة ودية هنا يوم 18 مع جنوب السودان الحقيقة رئيس فيتوريا لأول مرة من أول ما تولى المهمة يبان في المؤتمر ده غضبان جدا وزعلان ايه اللي مزعلك يا خواجة؟ الخواجة لقي انه مفيش اهتمام بحل مشاكل توالي المباراة مع منتخب مصر قال لهم النادي الاهلي منه الطبيعي جدا انه بيلعب فاينال والطبيعي جدا ان المباراة تبقى يوم 11 بس كمان الاجندة الدولية اللي بتبدأ من يوم 12 لغاية يوم 20 حبكت ان انتوا تحطوا لمصر مباراة غينيا يوم 14 بعد يومين 3 بس من مباراة نهاية دور الابطال للأهلي فقال ان احنا طلبت من اتحاد الكرة بعثنا للاتحاد الافريقي 3 مرات اخر مرة رد علينا يوم 21 قال لك هو كده ما فيش تعديل للمعاد او حلوها مع غينيا فقال لك احنا غينيا بنحترمها وبنقدرها لكن بتوع غينيا تمسكوا انه هيلعبوا يوم 14 مع انه الاجندة الدولية المعاد مفتوح لغاية يوم 20 كان ممكن يلعب 18 يلعب 17 ويدي فرصة شوية للعبة الاهل الدوليين وللمنتخب انه يجهز بشكل احسن من كده كان واضح انه الراجل قال لك مش لاقي حل هو بقى اصل هو اللي وقع في المشكلة المعكوسة المراتي هو اللي حيلعب بعد الاهلي ايه لو كان حيلعب بالاهلي والله ما كان فرقت معاه ايه اللعب معاه وكان حيلعب الماتش والاهلي له رب يحميه اخذ بالك فالمسألة انه هول مرة دي شاعر ان اللعب بش هكون معاه تاما اللعيبة ايه تبتكلم تاما اللعيبة من 18 لعيب 18 لعيب دول 28 لعيب فيهم كمان اربعة محترفين اه يعني تمانية من 16 يعني اه 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 تبانية هيبة منهم ستة على الالة اساسية اه يعني يعني شو حاول ياخد العلي معلول وديانجمس ما عرفش اه اه استاذ ابراهيم والراجل طبعا اه شايف شايف حالة من من عدم الاه الاهتمام بشؤول الكرة مصرية لا احد يقاتل من اجل مصلحة الكرة مصرية لا احد يعني اللي احنا عمش احنا كنت بقولك يعني يعني في المقدمة اه حنلحقها ولا هي خلصت خلاص يعني في الوقت نرجع من الدوحة نقولك الحمد لله دي احنا شفنا وحنغير بقى وحنصلح بقى بعدين ترجع تبص تلاقي الاتحاد السعودي بياخد الكرة السعودية ويحدفها في الحتة ها بتاعت الدول اللي عايزة تعمل كرة حقيقية يعني امريكا بتدت كده والياباني بتدت كده والصين عملت كده واخد بالك وهم بيبنوا على الاجواء والاحترافية انه بينقل فرقته لا بيجيب لها بقى الزروق احسى لعبة في العالم عنده دلوقتي ولسه دي البداية ايه لما تشوف شؤون الادارية عندهم لا ما فيش غلط بيتدار عليه اول باول الحساب في انضباط في الملاعب في انضباط لكل عناصر اللعبة اين نحن من هذا اه تخرج من كده تبص تلاقي دبي بتحتضن كل الفرع اللي عايزة تعمل معسكرات او استشفاء او عايزة تعمل يعني ماتشات ودية بتروح الامارات اه العالم حواليك ها كل واحد بيحاول ياخد الكرة بتاعته لقدام ماذا نقدم نحن للكرة المصرية غير قاعدين نلسن على بعض غير قاعدين الحق يبقى باطل والباطل يبقى حق غير قاعدين ندحك الناس علينا ونبدأ ان احنا بنجيب خبراء للتحكيم واول ما واحد يجي يظبط لا ها يتقلوا كده حنمشيك ويمشي ويجي واحد لا ده انا بقى ايه هقضيها كفاتريات مش محسومه الحكام نفسهم بيقولوا كده فاتيدة بص تلاقي المشهد حتى التحكيمة بتعمدش الوداد وقراء الخبراء بتوعنا ما في واحد مالوش مصلحة من التعاد الافريقي ايه مصبوغة القراء مش يا ريت نبطة للسودات التحليم بصراحة يعني يا ريت لان اصبحت بيتخدم على ابناء العاملين فقط او الناس المتطلعين الى مناصب يعني التحليل يعني انت لما تضحك الكرة معلش يا سيد زبراهيم الكرة اللي اتمسكت بالايد دي والتحليل بتاعها انا لما ارى في حياتي قلب للحقائق بهذا الامر الراجل الصحف الناجيري بتاع البي بي سي قالك كده لا اقولك ده احنا في نص ملعبنا اه يعني شوبهت حتى ان يبقى فيه احتمال قصيد مش موجودة ده هما بيحللوها قالك اسطو بيرس التاو مش بصص كده ما سيبنا حللها ده بصص كده ما انا عايز احللها بقى اه وبعد انه ندعم كلامنا اه بيهم اه بصص فيه ده في نص ملعبه يعني بيرس التاو مش حيقدر يعمل كده هاني طب الراجل نقطت في الهوى وحتعديه يعني الراجل ده على ما ينزل الهوى مين حيلحق ليه فاق قبل التاني وبعدين هل بيرس التاو هو هيجري عالكورة عشان يلحقها حيبقى معا مدافع تاني لا حيبقى معا مين زميل تاني حسين الشحاء اه زميل تاني يعني حيخشه اتنين انفراض بحارس مرمة تيجي تقولي ما يطردش ايه يا عم في ايه يا عم عشان تقولي اصو كان بصص بجنب ده انا بقولها تاريخ والله لماذا بتقولي اصدح يجي يقولك اخسن بالله كان قصد تاريخ ما سمعتها لا هو قال كده اتضح انه قالك انه قال كده انا من كتر الزهور كابتن عصام عفتاح لا كابتن عصام ابوس ايدك ابوس ايدك يا كابتن عصام كفى ما فعلته بالتحكيم المصري اهنأ بكاريرك مع الاتحاد الفريق ولا اتحاد دولي يا رب بتبقى رئيس اللجنة العليا للحكام في اي اتحاد انت يعجبك مر احتواء ومر اصله مدي ضهره مدي ضهره على بوع الخمسين يارضة مش حيلحق اليف والراجل لسه في الهوى في اي اه استاذ كابتن عصام يعني كفى كفى كانت النتيجة ايه بقى شوف تحكيمنا شكله ايه افريقيا ودوليا شوف ادارتنا شكلها ايه شوف حتى اللعيب المحترفين ده حتة لجنة بتارع شؤون اللعيب المحترف شايفينه متمرمطين اينا متمرمطين حقوق محدش راض يدي حد حقه طيب الروي فتوريا اللي زعلان ومداي اخترت 28 لاعب شناوي ومحمد صبحي ومحمد ابو جبل محمد هاني وهشام صلاح واحمد رمضان بكهم وياسر ابراهيم وعلي جبر ومحمد عبد منع ومحمود مرعي ومحمد حمد واحمد ابو الفتوح ومراوان عطية ومهند لشين وحمد فاتحي وغنام محمد ومحمود حمادة واحمد سيد زيزو ومحمد هلال ومحمد رضا بوب ومحمد صلاح ومصطفى فاتحي وحسين الشحات وعمر مرموش واتري زيجي ومحمود كهربا واحمد ياسر ريان ومصطفى محمد ده يمكن القايمة اللي 28 للمباراتين يعني مبارات غينيا وفي الغالب هيريح جزء او كل اللعيبة المحترفين في الخارج في مبارات جنوب السودان اللي هتبقى في القاهرة يوم 18 ان شاء الله لكنه هو التركيز على مبارات منتخب غينيا فرصهم الاساسية في التأهل عن هذه المجموعة لكأس الأمم الافريقية ان شاء الله اعتقد فيه عناصر استحقت انها تروح المنتخب فيه لعيبة لفتها نظر لوحد يعني انا بصراحة بصراحة يعني اعجبني محمد هلال قوي وعجبني معاه كريم بامبو اللي انا مش فاهم اللي الناس مش مصطفى الله كريم بامبو مؤثر جدا 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 ولعيب له شخصية اسلوب لعب مختلف عن اي حد عجبني زيكو بتحرص الحدود بس حظوا بقى انه واقع في عدتة الدنيا كلها مش بصة عليها كويس انما لعيب بيعرف امتى رأس وعنده هالمهارة بيعرف امتى يكسر له جوه ويشوت عجون وعنده المهارة ويهدف عنده امتى يصنع لعبة وعنده المهارة وبيدائما ما يدافع ويبان لزميل يعني لما تتابع عداؤه لعب كواسي قوي عندك حمادة وعندك محمد حمدي بتاع امبي وهلال ما انا قلت على هلال اول واحدة اول واحدة اتكلمت علي فانت عندك وردة بوبو كلهم لعبة مميزين جدا عجبني كمان دخول احمد ياسر ريان هو يعني شوف احمد ياسر ريان لما تشوف حتى الافرج بتاع عمليات التهديد بتاعته كل سنة هتجده قريبة جدا حوالي عشر اهداف تطلع واحد تطلع اتنين او تنزلهم لكن هو ماشي في السكة دي فهو برضو محتاج فرصة مين تاني مصطفى فاحت عامل عامل موشم كويس قوي قوي بمهارة الجن اللي جابه الماتش الفاتفة بيسعى بيرامدز انه يخلصوا شرة من الناد السعودي بصراحة يستحق لا عامل موشم كويس فارق جدا جدا مع بيرامدز وجاب جن يعني هو لمح بس راجي خلص كده رح لفيفها في الدايقة تفكير وزكاء واتقان ومهارة يعني اللعيب اللي بيعرف يفكر امام المرمى هو والماتش اللي يابرين برضو هم كسبهم قدام في يوتشارزون ماتشين واربعة ستة بونت هي دي اللعيبة اللتي تحدث واحمد رمضان بيك احمد رمضان بيك بلعيب ستيبل يعني بديك ستة سبعة ستة سبعة احيانا تمانية لعيب تقدد له رينج مش مزبزة بالاداء فالاستابلتي دي بيحبها المدربين محمود حمادة ما هو قبل كده خد فرص مفيش يعني بعد كده اللعيبة كلها يعني مهند لاشين واحمد بفتح كلها لعيبة اه غنام محمد مش عارف هو داخل قبل كده اللعيبة من زمان يلفت نظرك بس ما كنتش حاسس يعني كويس اول مرة ياخده اه اول مرة ياخده لانه الحقيقة هو بقاله مدة بيأدي هذا الاداء يعني واخد بالك انا برضو نفس الكلام اللي بقوله على بيكم اقوله على غنام استابلتي يعني اداءه مش مزبزب ثابت ثابت الى حدود كبيرة جدا والله اعلم ممكن يعني فرصتهم في المنتخب تخرج منهم حاجات اضافية فكويس حتى يعني اللي متاخدين دلوقتي من باب ان احنا شايفينكم ممكن يقولهم ادوار بعد كده